له عدد من الإسهامات العلمية تدريسا وتأليفا فقد درس دورة كاملة لكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري وكتاب أصول المظفر وكتاب كفاية الأصول من مؤلفاته المطبوعة مقتل فاطمة الزهراء عليه السلام الأربعين في فضل زيارة الحسين عليه السلام مآل المذنبين إقامة الشعائر في ظل الوباء وغيرها فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبل قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى أبد إلى أبدين من باب المقدمة عندنا في الروايات في الرواية بالتحديد عن الإمام الباقر سلام الله عليه لا يكون هذا الأمر إلا في أخملنا ذكرا وأحدثنا سنا من صفات الإمام المهدي سلام الله عليه خمول الإمام نحن ندعو ونذكر الإمام سلام الله عليه اللهم عجل وليك الفرج لكن قد لا نعرف دور الإمام وما هو الواقع الذي قام به الإمام سلام الله عليه هناك واقع غيبي للإمام سلام الله عليه صاحب الأمر وصاحب كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لكن إضافة إلى هذا الواقع أكواقع للإمام سلام الله عليه تمشية الوضع تمشية المجتمع الشيعي حسب المنظار الطبيعي بأساليبه إسناد العلماء من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون ولذلك أحببت أن أصلط الله على هذا الجانب لحياة إمامنا صاحب العصر والزمان في التوقيعات الشريفة وبالتحديد في الغيبة الصغرى بدءا أذكر من باب المقدمة تمهيدا حتى يتضح لنا دور الإمام سلام الله عليه والكثير مما قام به الإمام من السنن الإلهية الله تبارك وتعالى الشيرة الإلائية تقتضي تحقق ما وعده الله تبارك وتعالى بالأسباب الطبيعية والعادية إلا ما اقتضت إليه الضرورة الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وهذا العالم تابع لنظام تابع لأسباب لعلل غايات هذا النظام الطبيعي والعادي لا يتغير لا يتخلف إلا في حالات نادرة مثل إظهار المعجزة مثل إظهار الكرامة وهذه نقطة مهمة الوعود الإلهية في زمن الأنبياء وفي زمن الإمام صاحب العصر والزمان تتحقق لكن في ضمن منظار طبيعي وعادي إلا ما اقتضت إليه الضرورة غيبة المولى صاحب العصر والزمان كان كذلك من الوعود الإلهية أما الأطهار سلام الله عليهم أوعدونه بإمام غائب تحققت هذه الغيبة في ضمن منظار طبيعي وعادي إلا ما اقتضت إليه الضرورة لعل من هذا الباب خفاء الولادة في الجملة في ذلك الزمان طبعا لعل من هذا الباب مثلا النحي عن تسميته باسمه إذا ذكر الإسم خصوصا في ذلك الزمان سوف يسند إلى أبيه ينسب إلى أبيه إذا أسند إلى أبيه سوف يكون مشخصا معلوما هذه من باب المقدمة أن السيرة الإلهية تقتضي تحقق ما وعده الله مع الحفاظ على المنظار الطبيعي والعادي وقد قام إمامنا المهدي سلام الله عليه بعدة إجراءات في الغيبة الصغرى وبالأساليب الطبيعية المحور الأول إرجاع الناس وربط الناس بالسفراء الأربعة ثم بالوكلاء بالواسطة وثم بالعلماء والثقات في مختلف البلدان والمحور الثاني فضح المنحرفين والمدعين للبابية والنيابية كذبا وزورا وهذا المحورين أذكره عجالة المحور الأول إرجاع الناس إلى السفراء وأنتم أعلم الأئم الأطار سلام الله عليهم من الإمام الهادي إلى الإمام الحسن العسكري في روايات مختلفة أكدوا على جلالة عثمان بن سعيد العمري وكذا الإمام الحسن العسكري وكذا ابنه العمري وابنه ثقتان ما أدياه فعني يؤديان فاسمع لهما وأطعهما قل ما نجد هكذا تعبير في إرجاعنا إلى عالم من العلماء أن يأمرنا الإمام بإطاعته المطلقة ما عندنا اسمع والحديث صحيح اسمع لهما وأطعهما وهكذا إمامنا الحسن العسكري سلام الله علي قبيل شهادته جمع أربعين من وجهاء الشيعة وأخرج إليهم الإمام المهدي سلام الله علي ثم أمر عثمان بن سعيد أن يقوم وقال هذا خليفة إمامكم والأمر إليه لعله هذا اللي دعا بعض العلماء أن يعبرون عن السفراء الأربع بالنواب النواب الأربعة وكذا النائب الثاني والثالث والرابع كلهم نصبهم الإمام سلام الله عليه بعدة أدلة وبراهين رجع الناس إليهم كانوا في بغداد أغلب أوقاتهم النقطة الثانية ما هو دور السفراء الأربعة كل ما قام به السفراء الأربعة بأمر خاص من صاحب العصر والزمان لأنهم سفراء عن الإمام وهم أكدوا على هذا المعنى عثمان بن سعيد في الرواية المعروفة حينما سألوه عن الإسم نهاهم عن الإسم قال ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم عسين بن روح النوبختهم أيضا في محادثة حينما سأله الراوي هل هذا من عندك قال لا بل عن الأصل ومسموع عن الحج وهناك أدلة أخرى لكن ما هو دور السفراء الأربعة في بغداد وبعناية وتمشية من صاحب العصر والزمان ونعرف دور الإمام النقطة الأولى إظهارهم المعاجز والخوارق التي نقلها فحول علمائنا كالشيخ الصدوق والطوسي وغيرهم مع تقيدهم بذكر الأخبار والروايات الصحيحة والثابتة عندهم هذه المعاجز تدل على أمري أولا صحة سفارتهم وصحة نيابتهم إذا لاحظوا الشيخ الصدوق أو الغيب للشيخ الطوسي ينقل جملة من المعاجز الله تبارك وتعالى كرمهم بهذه المعاجز زين دلالة على صدقهم في قولهم وإلا كان إغراء بالجهل النقطة الثانية المهمة التي أشار إليها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي على الله مقامه دور السفراء الأربعة قال صحة كلامي ثم أنقل عبارة شيخ الطوسي صحة إمامة من نابوا عنه هذه نقطة مهمة من أدوار الأئمة سلام الله عليهم كانوا يظهرون المعاجز والخوار خصوصا الأئمة المتأخرين أبو هاشم الجعفر يقول ما دخلت على الإمام الهادي والحسن العسكري إلا رأيت دلالة وبرهانة كانوا يظهرون المعاجز في الغيب الصغرى كان إحدى الطرق لابده أن تكون معاجز وخوارق دلالة على إمامة صاحب العصر والزمان وهو غائب من الذي قام بهذا الدور قام به السفراء الأربعة من خلال معاجزهم وخوارقهم تعبير الشيخ الطوسي قال وفي ثبوت وكالتهم وظهور المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من انتموا إلي دليل على إمامة صاحب العصر والزمان أي طبعا نقطة أخرى البعض قد يتصور أن هؤلاء وكلاء في عداد باقي الوكلاء للأئمة لا هؤلاء حسابهم آخر هذه النقطة النقطة الثالثة خروج التوقعات أي التوقعات التي همن المعاجز توقعات صاحب العصر والزمان من المعاجز تشابه الخط خط الحسن العسكري سلام الله عليه ثم لما خرجت التوقعات في الغيبة الصغرى كان كخط أبي ثم لما توفي عثمان بن سعيد والرواية عن أبي علي بن همام يقول وجدنا أن الخط نفس الخط هذا التشابه الخط هذه البرهة الزمنية كان دلالة واضحة اطمأن العلماء على أن هذا التوقيع توقيع صاحب الزمان ولذلك كثيرا ما كانوا يرسلون السؤال إلى النائب ويسألون عن النائب نفسه يسألون عن محمد بن عثمان ويخرج التوقيع في توثيقه ويطمئن السائل هذه نقطة جدا مهمة التي قام بها إمامنا صاحب العصر والزمان المحور الثالث إخبارهم عن تواجد الإمام أين هو الإمام أين يعيش الإمام الفرق بين الغيبة الناقصة والغيبة التامة هذا في الغيبة الناقصة تمهيدا الناس كانوا يعرفون أن الإمام غائب لكن كانوا يعرفون أن هناك أربع يرون الإمام على اتصال دائم بالإمام إذا عدهم سؤال يأتون بالأسئلة إلى الإمام ويخرجون الأجوب من الإمام بتوقيع من الإمام وبخط تعرفه الشيعة من الإمام صاحب العصر والزمان أيهم نقطة مهمة ولذلك أتخطر هذا المعنى في التوقيع اللي خرج في تعزية محمد بن عثمان العمري في تعزيته بوالده وفاة والده تعبير عجيب للإمام قال وأوحشك فراقه وأوحشنا أوحشك فراقه وأوحشنا يعني الإمام كان دائما يشوف هذا العبد الصالح عثمان بن شعيد أو كثير الروايات محمد بن عثمان كم روايجون يسئلون محمد بن عثمان أسألك هل رأيت الحجة؟ قال نعم آخر عهدي عند بيت الله الحرام يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني وهذه الروايات طبعا تحت هؤلاء السفراء الأربع كوكلاء بالواسطة تعبير الشيخ الطوسي وكان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة بأمر وعناية وتمشية من صاحب زمن في مختلف البلدان مثلا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي هذا كان في الري توقيعات كثيرة من صاحب الزمان خرجت إليه يعني في منطقة ري زيان ارتباطهم بالإمام كان من خلال هذا محمد بن جعفر الأسدي طبعا هذا كان من مشايخ الكلين أيها نقطة مهمة من مشايخ الكلين شيخ الكلين الكثير من الروايات نقلها عن محمد بن جعفر الأسدي منهم القاسم بن العلاء القاسم بن العلاء هم أيضا كان وكيلا بالواسطة تعبير تخرج التوقعات من السفراء إليه في أذرباجا والثاني هم أيضا كان من مشايخ الكلين في الكلين كان على ارتباط وثيق بالسفراء الأربعة وهكذا مثلا الحاجز الوشاء في الحجاز وفي مختلف البلدان هؤلاء الوكلاء بالواسطة الإمام سلام الله عليك ما اكتفى بذلك هناك كان علماء أو ثقات أو معتمدين أيضا كانت ترد عليهم التوقعات بهذه الطرق عن السفراء الأربعة إليهم مثل أحمد بن إسحاق القمي مثل عبد الله بن جعفر الحميري مثل من كان على ارتباط بالإمام سلام الله عليه مثل أبي علي بن همام مثل أبي غالب الزراري ذول أبو غالب الزراري كان من أعيان ذلك من شيخ في ذلك الزمان وآل زرار معروفين ذول كانوا على ارتباط مثل الصفواني الصفواني كان على ارتباط مع الإمام سلام الله عليه مع السفراء الأربعة وكان هؤلاء ينقلون دور الإمام إضافة إلى هذا ماليد أطين في سامراء كان الدور على عاتق أهل بيته الجدة كانت وصية الإمام وأيضا السيدة حكيمة تعبيرها إني لأراه صباحا ومساء ويخبرني عن أسئلته المحور الثاني وهذه نقطة مهمة فضح المنحرفين إمام سلام الله عليه دور آخر قام من خلال التوقيعات الشريفة فضح المنحرفين منهم أذكر كم واحد عجالة وهذه نقطة مهمة أحمد بن هلال عبرتائه أحمد بن هلال كان عالما لحسب الظاهر لكن تعبير الإمام الصوفي المتصنع نقطة مهمة في أحمد بن هلال اعترف بسفارة السفير الأول وتوقف في الثاني ما أنكر الثاني ما قال أنا لا أؤمن بمحمد بن عثمان قال لا أنا أتوقف في ذلك تأمل تعبيرا ولا أتجاسر بمحظاركم قال إما أن أقطع أن محمد بن عثمان وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه أنا لم أقطع فقالوا قد سمعه غيرك قال أنتم ما سمعتم أكيد دليل مزيف دليل لأن عامة الطائفة العلماء قد سمعوا ذلك لا وجه للتشكيك ولذلك تعبير الشيخ الطوسي فلعنوه وتبرأوا من ثم خرج التوقيع من صاحب الزمان في لعنه والبراءة من أي نقطة مهمة أولا من خلال هذا عظمة السفراء الأربعة اللي الطائفة الشيعية كانت تلعن من توقف في قبول قولهم مع تقيودهم مع زهدهم مع إيمانهم لكن كانت تلعن من توقف النقطة الثانية يقول الدليل قام أتى بدليل شبح قلائي قال أنا لا أقطع أنت لمن تسعة وتشعين بالمئة من العلماء في اتجاه وأنت عالم واحد باتجاه آخر أكيد هذا العالم أمره مريب ولذلك نقطة مهمة كما أمرنا باتباع علمائنا أمرنا باتباع غالبية العلماء تمسكوا بالسنة التي كنتم عليها تمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين لكم مع دوق النقطة الثانية دا همني الوقت الإمام سلام الله علي أنا عدة محاور أشيرها عجالة من خلال الدقيقة النقطة الثانية دور السفراء مدعي البابية والنيابة أولا عندنا في السفراء الأربع لا تخالطون مدعي البابية الحسين بن روح كان ينهاهم مو أن الدليل قاصر لا إحنا أدلتنا واضحة لكن هؤلاء ليس لهم وجود على أرض الواقع بخلاف العامة العامة إلهم وجود كان ينبغي للناس أن يقفوا بجنب علي أمير المؤمن سلام الله عليه ويدافع عن علي لكن خذلوا علي صاروا كأمر واضح إحنا صلنا مستضعفين لكن هؤلاء من خلال البحث يريدون أن أن يكون لهم وجود على أرض الواقع والساح ولذلك لا نخالطهم النقطة الثالثة هم لا بأس به تحقيرهم تحقير مدعي البابية الحلاج اتصل بعلي بن بابويه القمي أرسل إليه كتابا شوفوا دأب هذا العالم الجليل لما وصل إليه الكتاب ما فتحه حتى لم يقرأه أبدا بل خرقه قبل أن يخرقه قبل أن يقرأه فقام إليه الحلاج فقال لم تقرأ كتابي فأشار ولم يتكلم معه فقال لغلامه يا غلام برجله وبقفاه بتحقير أخرجه هاي هم نقطة مهمة تحقير هؤلاء إذا رأيتم أهل البدع من بعد فأظهر البراءة فيهم والوضيعة فيهم هاي نقطة مهمة والقدر المتيقن هؤلاء مدع البابية والنيابية كذبا وجورا والحمد لله رب العالمين أحسنتم جناب الشيخ طيب الله أنفاسكم إذا كانت هناك مداخلة من الحضور الكرام نستمع إليها لا توجد مداخلة إذن مداخلة واحدة من قبل جناب الشيخ مع ذكر اسمه المبارك ليتعرف إليه الحضور خالد غفوري الحسني جزاكم الله وخير الجزاء بحث حافل بالإفادات والمطالب النافعة بالنسبة إلى توجيهات التوجيهات الاجتماعية هذه المفردات الواردة في الأنوان لها مدلول هل أنكم تقصدون هذه المفردات الواردة التوجيهات التوجيهات الاجتماعية وليست ظاهرا يعني مقصود في دائرة المجتمع وليس في الدائرة الأتقادية أو غير ذلك فهل هذا مقصود لكم؟ هل المقصود بالتوجيهات الاجتماعية فقط في زمن الغيبة الصغرى أو لا على ممتدة في عمود الزمان؟ فعندنا بعض التوجيهات تعتبر توجيهات ذهبية مثلا إرجاع وربط المجتمع والأمة بالمرجعية وبالفقهاء هذا توجيه ذهبي وأساسي وممتد إلى قيام الساعة أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هذا التوجيه توجيه اجتماعي للأمة من الناحية العملية ترتبط ارتباطا وثيقا بقادتها وبفقهائها وشكرا أحسنتم جزاكم الله خير الجزا باعتبار العنوان أحسنتم التوجيهات الاجتماعية عدة محاور كانت فأنا اخترت هذا العنوان يعني من جملة المحاور اربط الناس بالعلماء مثل ما تفضلتم ولنسمهم السفراء الأربعة ثم الوكلاء بالواسطة ثم العلماء والثقات في مختلف البلدان هذا هم قسم من التوجيهات الاجتماعية ومن خلال التوقيعات التي كانت تخرج على أيديهم وكذا فضح المنحرفين باعتبار أن الكلام كان في الغيبة الصغرى بالتحديد وهذا أحد العناوين التي أرسلت فأنا اختارت هذا المحن ولا الكلام معك الباحث الشيخ منتظر الواعظ جزيل الشكر على هذه الورقة البحثية الموسومة بالتوجيهات الاجتماعية في توقيعات الإمام الحجة شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة